بسم الله الرحمن الرحيم يا رب كلكم تكونوا بخير طبعا الفيديو ده قبل معاد المناقشة بتاعكم يعني ممكن تعتبروها كده التحضير للمناقشة حابب قبل ما ابدأ كده في الأسئلة المتوقعة وازاي ندير المناقشة والكلام ده حقول لكم مفتاح النجاح تمام مفتاح النجاح ومفتاح ان ما فيش حد خالص يزنوك في اي سؤال حاجة واحدة بس ان حضرتك تبقى واثق في نفسك لا والله بس انا الشغل بتاعي جدا حاسس ان هو مش شغل كويس عادي ايه المشكلة ان هو شغل مش كويس حضرتك طالب مش هتطلع شغل واو تمام يعني حضرتك لو اخد مثلا برنامج الورد اللي العالم كله بيشتغل بيه هيرولك لا 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 بس كان المفروض الايكون بتاعته يبقى لونها احمر انت لي عاملها سرق تمام لا لا والله بس ليه فايل على الشمال كنت تخليها على اليمين تمام فهما دورهم ان هما يوتروك انت خليك اسكى منهم وخليك حطت في اعتبارك ان انا طالب تمام ولسه متعلم الحاجات دي جديد فطبيعي يبقى فيه مشاكل تمام والله يا دكتور صح انت كلامك عندك حق فيه يليتني والله لو كث الفكرة تيجى تجد في دماغي كنت اكيد جوابتها والسنت اقيل ان انت هتعمل كذا ما عملتوش ليه يقولنا هي بقى انا قدرت اعمل الجزئية دي فقط خلاص انا مش مقدرتش اعمل حاجة اكتر من كده طب انت شايف يعني ان ده مشروع تخرج اه شايف ان ده مشروع تخرج ده اللي انا قدرت اعمله تمام اه اه الثقة في النفس دي تمام هتخلي اللي قدامك رقم واحد يا احترمك تمام رقم اتنين اه هيعرف ان انت طالب انت مش جاي اه اه ديفاليبر هم مش مش عايزين ديفاليبرز ينقشوهم هم جايبين طلاب ينقشوهم فمن فضلك حط ده في ذهنك قبل ما تدخل وخليك واثق في نفسك جدا وانت قائد العرض تمام انت القائد بتاع العرض انا بعيدها تاني مرارا وتكرارا مش هم المسكين الديفينس او البرزينتيشن لا انت اللي مسكها تمام طيب هنيجي بقى في حتة مهمة قوي اتسألت سؤال مش عارفه قول مش عارفه معلش اه 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 مش مهمه انت ايه ايه الي انت بتقوله ده او اللي ما مش فاكرها هي ايه تمام اه تفكرني كده تمام على فكرة انا بقول لكم الكلام ده من واقع حياتي خلاص كده من واقع انا عشته بنفسي اه انت اللي عملت الحاجة دي في النهاية انت ناجح وفي النهاية هما اللي حيقدروك وحيقدروك بناء على ثقتك في نفسك تمام انا عامل مشاريع عدة يعني مشاريع كتير خلاص فبعض الطلاب لا والله المشروع ده مش عاجبنا طيب تعالوا ناخد السيناريو التاني انا عملت مشروع كامل مكمل ما فوقش غلطة عملت تطبيق مرسول انا عسابيني المثال تمام عارفين ايه اللي حيحصل اللاجنة هتقولك مش انت اللي عامل المشروع ده انت جايبه منين لان ده حصلت معي زمان اول ما ابتديت انت بعمل الحاجة زي ما بنقول بالمصري كده على سنجة عشرة تمام نفهاش غلطة كان دايما الرد والله انت عامل المشروع ده برا فلازم الحاجة الوسطية لازم يبقى فيه اخطاء لازم البرنامج يقع لازم 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 لان احنا في النهاية ايه طلق يعني دي كده كانت مقدمة معلش لو انا طولت شوية ولكن انتم صعبين على نفسكم وبدخل في جروب العام انا عايزة ابكي طب ليه تبكي اه تبكي ليه افرحي واتبسطي انت خلاص هتتخرجي مش فاهمين ليه تبكي انت بكرة تمام هتتخرجي انا والله انا حاسة ان انا مقصرة وان انا والله انت مش مطلوب منك اكتر ما اللي انت تروحي وتحضري الانترفيو ده وتمشي او ان حضرتك تروح تحضر الانترفيو وتمشي هي الدرجة على البرنامج لا ده فيه تقرير اول وفيه عرض اول وحضرتكم ناكين فيه وكل الناس جايب فيه 22 من 25 ولا جايب 22 من 25 ودي درجة مش وحشة يعني حضرتك رايح على 80 درجة فيه منهم 35 درجة report قول حتجيب منهم 30 يا سيدي قدي 23 و 20 50 تمام؟ يعني انت علشان تنجح يعني هتدخل كده مساء الخير مساء النور خلاص انت كده نجحت حضرت شغلت البرنامج ومشيت انت كده نجحت تمام؟ التقدير هيجي على الثقة حضرتك واثق في نفسك الموضوع بالنسبة لك بالنسبة لهم كويس جدا اه لا ده شكله فعلا فاهم ده شكله فعلا اه كان مهتم فدي بس كانت المقدمة يلا بينا نشوف احنا هنروح نعمل ايه احنا لازم نروح معانا الpowerpoint presentation اللي المفروض انا سلمتها لكم ومعانا implemented system البرنامج بتاعنا اللي شغال سواء على آآ البروزر سواء على لو انت هو بابليكيشن سواء على الاميوليتور سواء على الجوال بتاعك تمام؟ وطبعا معاك اللابتوب طيب بتبدأ كده تفتح presentation presentation اول ما هتفتحها هتلاقي فيها problem statement و problem statement والobjectives تمام؟ و describe your solution خلاص ومجموعة من ال diagram تمام؟ طبعا هنا بيقولك includes important diagrams ورغيك هتم لك use case أو class diagram أو sequence diagram whatever حط اللي انت عايزو الموضوع مفتوح تمام؟ يعني انا والله حزس ان عايزة حط ال use case بس حط ال use case بس مش هيجي يقولك وانت في presentation هو فين ال ERD فين ال class دا يا جرام فين لا لا تمام؟ وفي الغالب هو هيقولك خلاص 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 شغل البرنامج في الغالب يعني خلاص؟ يعني حولوا في presentation خلاص؟ خيروا الكلام مقلة ودل انا مشروعي وظيفته ان لو حد التريفون بتاع وضاع الى ايه؟ تعالوا بقى نتفرج عليه تعالوا فتعملوا ده؟ والله بجد مش تعودوا بقى تمسكوا problem statement تمام؟ احنا حابين نشغل المشروع يلا بينا تمام؟ تبدأوا خلاص ومش لازم ان حضراتكم تعرضوا كل الكلام ده خالص انسوا الكلام ده كلام ده قديم على قديم ويني تمام؟ لا افتحوا هي خلاص بقت موجودة اوكي؟ الفكرة بتاعتنا تبدأوا الاول تحكوا المشكلة التي ادت الى حدوث الفكرة تمام؟ فانتو كده خلاص قلتوا المشكلة اوكي؟ حلناها ازاي بقى؟ عملنا الابليكيشن ده فين الابليكيشن؟ اهو روحجين فاتحين الابليكيشن وتبدأوا ان انتو تفرجوهم عليكم طب احنا بقى مش عارفين ايه الكلام ده كله الكلام ده كنت انا عامله فيديو الترم السابق في اسئلة مهمة جدا ممكن تتسألوا عليها تاني عشان انت بس تبقى عارفين فانا هحط لكم الفيديو ده دلوقتي وبعد كده هبدأ ان انا هقول الاسئلة المتوقعة تمام؟ للجزئية بتاعت فحضراتكم لازم تبقوا عاملين حسابكم على الاسئلة بتاعت الترم الاول واجابتها والاسئلة بتاعت الترم التاني واجابتها الاتنين مع بعض فحنشوف دلوقتي الاول اسئلة الترم السابق لو انده شفتها وفاكرة سيبك منها وخش على اللي بعد كده على دول بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم دلوقتي كده هنقش مع بعض الاسئلة اللي ممكن تتساهلوا عنها في المناقشة بكرة ان شاء الله رباني رب يوفقكم مقدمانين طبعا مبدئيا بس بالنسبة للمناقشة بتاعت دي مناقشة سهلة نوع الموضوع كله بيسألكم فين نطاق المشروع فقط لغير تمام بعملش انا بعتزل انه انا صوتي مش كويس بس ده بسبب ان فيه اشتباه كورونا دعوتكم ان شاء الله قعدي على خير اه المهم ان احنا دلوقتي زي ما اتفقنا ان اه المناقشة بتاعتنا مناقشة سهلة وبسيطة المفروض ان كل مجموعة فيكم جالها فيديو بيشرح المناقشة او بيشرح العرض التقديمي اللي المفروض خضرتك هتعمله خلاص فلازم الفيديو ده تكون شفته وفهمته كويس جدا بل وكمان عملت انت سيناريو بتاعك وعرفت هتقول ايه وما تقولش ايه تمام كده طيب اه هنا على فكرة يعني حاجات زريفة قوي الفايل ده زريف هو جالي طبعا مش انا اللي عامده يعني يعني ماهينا طبعا نقدم التحية لللجنة حافظ على التواصل البصري لازم يبقى فيه اي كونتاكت ما بينك وما بين قدامك تمام ما يبقاش وشك في الارض او وشك فوق صوتك يبقى عالي تمام لازم يبقى عندك ثقة في النفس اه لو انتو مثلا اثنين او ثلاثة فيفضل كل واحد يدي للتاني فرصة انه يتكلم وكل واحد يبقى عارف هيقول ايه بالزبط تمام وهكذا بالنسبة موضوع اللغة العربية واللغة الانجليزية والمفروض بالانجليش وممكن ان انت تستعزل منه ما انت تقول بالعربي لو وفقه تمام ما وفقهش فهتضطر ان انت تقول بالانجليش وعشان كده لازم تقول يعني لازم تتدرب على الانجليش طيب عايزك بقى بوسل الاسئلة دي ممكن يجيلك سؤال ايه سبب اختيارك الفكرة بتاعتك بقى هتلاقوه موجود عندكم في العرض التقديمي خلاص هتلاقوه تقريبا اول شريحة خلاص هتلاقوه كده بتاعت المشروع ايه فدي هتبقى الاجابة بتاعت السؤال ده تمام كده يبقى ده هيبقى سبب اختيارنا للفكرة ايه اللي هي بعد كده فيه دي الشريحة رقم تلاتة من العمله اللي من المتوقع التعامل معاه خلاص فده اللي هتلاقاه في الاسكوب او الترجة بيتكلمي تمام اه وكل واحد طبعا عارف مشروعه بيتكلم عن ايه فاكيد حيبقى فاهم مين الناس اللي هيتعامله مع المشروع بتاعهم يعني مثلا مشروع خاص بتأجير السيارات مين يبقى اكيد اي حد انترسته في تأجير السيارات تمام فهو يعني حتى سؤال يعني مش منطقي بصراحة كم عدد الاكتورز في السيستم وذكرهم اوكي هتلاقوني في كل عرضة اقديمي حاطت في اخر وكده الرسومات كلها تمام اليوز كيس والكلام ده خلاص حضرتك هتفتح اليوز كيس اخدر всем كانت هذا تقرير تاجر مع الحسنه اوبا تجاوز هذه السويات كده use case شايف الرسمة دي هو ده الاكتر فانا مسلا عندنا كم اكتر عندنا ثلاثة انت ممكن يبقى عندك اربعة وكل اكتر تمام لازم اعرف اسمه خلاص هتلاقي الكلام ده برضو مشروع في الفيديو اللي ادعات لك اللي خاص بالمشروع بتاعك تمام بعد كده بقى ايه هي functional requirements وايه هي non functional requirements الكلام ده functional requirements والnon functional دول كلهم موجودين في التقرير في report هتلاقوها في في chapter 1 تقريبا broken three functional requirements ستفتحوا وتشاهدوا الك отк Patricia's تمام منهم وخلاص يعني زي اللوجين مثلا يعني تمام كده النون فانكشن ركورمنت يدقى فيه اداء كويس حاجات كده يعني يعني انا مثلا السيستم بيفريفاي زي يوزر نيم ان باسورد ديه فانكشن ركورمنت تمام النون فانكشن ركورمنت مثلا السيستم شود انكلود زي بوكيك لوجو ان زي هومبيج دي حاجات مش فانكشنل مش هيتكتب لها كود بس لازم تتخذ في الحسبان يعني خلاص هنا ما هي لغات البرمجة التي ستستخدمونها لبناء السيستم دي هتلاقيها موجودة في تشابتر تشابتر 2 تمام او بصوا تشابتر 3 برضو في اول هاردوير ركورمنت في صوفتوير ركورمنت تمام حضراتكم هتروحوا عند الصوفتوير ركورمنت كل واحد هيروح عند الصوفتوير ركورمنت ويشوف ايه البرامج اللي هيستخدمها تمام؟ فدي حاجة سهلة غير كده انا كنت عامل فيديو زمان مفروض تكون اشوفتوه بتاع التولز اللي احنا هنستخدمها عموما لو انت ويب أبليكيشن هتستخدم اس بي دوت نت مع سيكول سيرفر اما لو انت موبايل أبليكيشن فهتستخدم فلاتر اللغة البرمجة هتبقى لغة دارت واللتا بيس هتبقى برضو سيكول سيرفر بس كده دي ملخص الموضوعين هنا هل ستستخدم ستستخدم مبدئيا كلنا هنستخدم طبعا فريمورك طبعا كلنا سواء كان ويب وسواء كان موبايل طبعا فمثلا عندنا احنا الفريمورك اللي احنا هنستخدمه في الويب تمام ده ممكن يبقى الفيجوال استوديو على سبيل المثال تمام بالنسبة لي الويب او بالنسبة للموبايل ده هيبقى مثلا اندرويد استوديو فده يعتبر الفريمورك اللي احنا هنشتغل بي تمام اذا كان مشروعك موقع الالكتروني قد تتعرضونا لبعض الاسئلة مثل ايه سيكون الموقع ديناميك او استاتيك مفيش حقيق موقع في الدنيا مشروع تخرجي يبقى استاتيك كلنا هنبقى ديناميك ايه الفرق ما بين الكنين الاستاتيك ده مفهوش لوجن مثلا مفهوش تعامل مع اليوزر زيني هل يوجد شريع شبهة لفكرتك واذكرهم والفرق بينهم وبين فكرة مشروعك هتروح ساعدتك على يونت 2 في التقرير هتروح على يونت 2 هتلاقي فيه بقى ما يقرب من 3 او 4 مشاريع احنا عاملينهم شبه المشروع بتاعك نص على واحد بس واعرف الفرق البسيط اللي ما بينك وما بينهم تمام كيف ستتم تقسيم المهم بين قضاء الفريق واي حاجة احدش هدوره وراكم في المفضوع انا اللي هعمل الديزاين وهو هيعمل الكود مثلا بعد كده ايه هو 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 او ما يسمى بالحديث اول حاجة اول حاجة عندنا ان احنا بنخطط بعد كده بنبدأ ان احنا نعمل الديفاينينج بتاعنا او الاناليسيس بتاعنا نبدأ بنكتب التخطيب ده بعد كده بنعمل الديزاين اللي هو بقى رسومات بتاعتنا الديوزكيس والكلام ده بعد كده بنبيلد تمام البيلدينج ده يقصد به اللي هو كتابة الاكواب بقى يعني بعد كده تستينج بنجرب وبعد كده بنبدأ ان احنا نديبلوي المشروع كأن احنا بننشره يعني تمام طيب تركزوا معي بقى في عندنا نوعين من الـ Software Development اللي هي اجابة السؤال ده اللي هي الـ Software Development Model كل واحد يقول اللي هو عايزه ده ما كانش علينا في تقرير Part 1 ده يبقى في تقرير التاني Part 2 إن شاء الله مش Part 1 ماشي فعندنا مثلا الـ Waterfall Model و الـ Iterative Model أوكي الـ Waterfall Model بمنطقة البساطة كده بصوا ببدأ فيها من الـ Requirement Analysis تمام وبعد ما بخلص خالص بروح عند System Design وبعد ما بخلص بروح عند Implementation بعد ما بخلص بروح عند Testing وبعد كده بروح عند Deployment وبعد كده بروح عند Maintenance تمام في ميزة بقى هنا حلوة هي ده كده الـ Waterfall Model تمام نخش بقى الـ SDLC على سوري الـ Iterative تمام بصوا ادي Requirements خلاص هكيزوا بقى معي ممكن ان احنا نطلع اكتر من Build يعني اكتر من Build اكتر من Version اعمل ايه؟ اعمل نطلع وفراجه لـ User وهكذا تمام فينفع ان احنا نقول لها Iterative او Waterfall انا شايف ان احنا كلنا ممكن نقول الـ Waterfall افضل بكتير جدا تمام لان احنا لسه في بداية حياتنا في الـ Programming فبالنسبة لنا دي تحت بقى الأوقع سبب الاختيارين هي الاسهل تمام ما هي Testing Methods وكيف انشاء الـ Time Table وما هي أطور فترة طبعا الـ Testing Methods دي مش علينا الترميذات لان احنا يسرعون ناشي الـ Application ولكن هو في Black Test وفي White Test بس دا احنا مش علينا الترميذات السؤال دا سؤال زيادة ازاي انشأت الـ Time Table بتاعك حضرتك احنا انشأناها عن طريق Microsoft Project تمام وهي أطول فترة من بص كده ومن بص على أطول خطة عريض تمام هي دي أطول فترة بس ان الموضوع مش محتاج أي حاجة يعني على سبيل المثال كده لو احنا دورنا على الـ Gantt Short هنا اهو تمام تمام بالنظر كده من أطول فترة هنا اهو دي كده اطول فترة صح فانتو بالنسبة لكم برضو من أصر فترة اهو دي فترة صغيرة دي فترة صغيرة ودي فترة صغيرة يعني ده فايدة الـ Gantt Short طبعا الفيديو اللي فات ده انا كنت مسجله انا عندي كرونا فكان الصوت فيه غير الصوت دلوقتي المهم يلا بينا نكمل ونشوف ايه بقى الاسئلة اللي ممكن تيجي في وقتنا الحالي او اللي هو اول حاجة ممكن يقول لك زي ما شفته كده في مجموعة الاسئلة اللي فاتت تمام كانت الاجابات كلها في التقرير وفعلا انت بس بتجيب التقرير بتاعك تمام وحتلاقي كده في حاجة اسمها software requirements هتروح عندها هتلاقي الاجابات على طول ولكن بصفة عنا لو حضرتك ركزوا معي لو حضرتك عامل المشروع بتاعك بالموبايل تمام ان هو يشتعل عن الموبايل يعني فشورد الاتابيز بتاعتك هتبقى عن طريق حلو كده حلو وطبعا هتبقى بالتكنولوجي الجديدة اللي اسمها نو سيكويل تمام ليه نو سيكويل علشان هي مش يعني مش احنا عارفين ان الاتابيز لما اخترعوها عاملوا جداول مرتبطة ببعضها بعد كده قالوا لأ الموضوع ده لعبك شوية فاحنا هنسهله بالنو سيكويل هو جاد والواحد حط فيه كل حاجة وبعد كده بقى انت في الاكواد بتاعتك بقى ساستم امورك وعمل اكوادك وعيش حياتك يعني من الاخر حولوا الاتابيز لغة البرمجة اللي انت هتستخدمها ما علينا من ده عموما اي حاجة موبايل بتبقى معمولة الاتابيز بتاعتها عن طريق الـ وهنا هتلاقوا مكتوب كل حاجة بالنسبة للـ النقطة 3.3 او على حسب انت عاملها فين يعني عموما انت بتدور على كلمة خلصنا من دي ده كده كان اول سؤال يلا بيناعد تاني ايه التاني نفس الفكر حضرتك يا موبايل يا ويب معايش انا ما قلت شروب بالمرة اللي فاتت بالنسبة للسؤال الاولاني الويب هيبقى سيكويل سيرفر تمام وبرضو انت اسأل لو يعني انا بتكلم على الناس بتوعي انا كلكم سيكويل سيرفر لو حد بيسمع الفيديو ده تمام برضو يدخل على التقرير ويشوف مكتوب في ايه تمام التقرير بيبقى مكتوب فيه كل ما يخص الموضوع اتفقنا اتفقنا طيب اه لو انت ويب فحيبقى الـ بتاعتك سيكويل سيرفر اما لو انت موبايل فحيبقى عن طريق الخلصنا ايه بقى الـ لغة البرمجة اللي احنا استخدمها لو انت ويب معينة فهيبقى سي شارف انتفقنا هيبقى ايه سي شارف دي لغة البرمجة اللي احنا استخدمها مع تقنية الـ طب لو انت برا ادخل وشوف برضو ممكن تبقى ممكن تبقى فادخل وشوف بعد اسناك اما لو حضرتك موبايل كل اللي معايا بلا استثناء لغة البرمجة تقنية اتفقنا تقنية خلاص والله اللغة سهلة ليها مصادر كتير لو حاجة واقفت معايا قادر ان انا لايه اجابتها بسرعة الانترنت طب بيطرة ليها لا انا مش هايف لها شيء حلو طمام هو ينفع ان احنا نقول كده اوه والله ينفع انت واسه ليش يصعبوه على نفسكم خلاص يبقى بالنسبة لاول تلات اسئلة احنا عرفنا الاجابات بتاعاتهم زي الفول منتقى البساطة خالص هنفتح الريبورت ببساطة خالص هنفتح الريبورت اهو ونروح عند نمبر فور تعالي نمبر فور اصحوا كده نقشتكم بكرة اوكي هتلاقوا حاجة اسمها software development life cycle approach تمام ده المثالي الجبال اللي انت استخدمته هتلاقي ناس معمول لها ووترفور approach ومكتوب لك بقى تحتيها ودس ادفانتج معلش اتعب شويتين وقراهو خلاص كده واحد تاني مكتوب له حاجة تانية يعني كل واحد في النقطة راكم اربعة واحد تلاتة واحد اللي هي الجزئية دي كده هتلاقي مكتوب لك كل حاجة وكمان هتلاقي مكتوب لك الموديل تول اللي احنا استخدمناه خلاص فلازم الكلام ده حضراتكم تبقوا حافظينه بطريقة كده سهلة انت استخدمت ايه software approach اللي انت استخدمته waterfall انت ايه استخدمته agile انت استخدمت تمام هي كلمة احفظك كلمة مش يحصل حاجة خلاص عشر دقائية او ربع ساعة هتلاقي موضوع سهلة بالنسبة لكم ايه ايه دي الابروتش خلاصنا منه can you explain the alternative approach you are choose and why ممكن استخدم لنا يعني approach بديل ويعني استخدمته ليه بص هنا كده هتلاقي فيه 6 basic sdlc methodologies which one is the best هتلاقي فيه agile lean waterfall iterative الى اخر بص احنا هنوحد القعدة كده هنوحد القعدة لو انت waterfall تمام كده البديل الاجيل في الغالب مش هتلاقيه حد عام الاجيل يعني تمام او عديره كلمتين عنه او جيب اي كده حاجة بتتكلم على الاجائل. وفهمه وخلاص. تمام? آآ خلي البديل خلي البديل تمام? وكتب كده كلمتين عنه وخلاص. ما قليش الحاجات دي انتو هتتعبوا فيها. لان دي المناقشة بتاعتكم. تمام? دي المناقشة بتاعت حضراتكم. لازم تتعبوا حتى لو ساعتين في السنة كلها. انتفقنا? انتفقنا. طيب. بيقول لك هنا. يا ده انا ما نمتش الليل. وسهرت وتعبت. فيها اكواد كتيرة قوي واعت مني. صحيح. تمام? طبعا انتو عارفين مين بيقول صحيح. المهم. فحتقول لكم مسلا ايه? اه اي حاجة. قلفوا اي سيناريو يا جماعة. احنا في البداية مسلا اه عدنا نفكر كتير قوي نستخدم لغة ايه. تمام? واستخدمنا في الاول لغة اه مسلا الجافة. لقناها صعبة جدا. ولقينا ان هي صعبة ان هتطلع البرنامج بتاعنا. فعدنا ندور لغاية موصلنا للغة. وبعد كده جينا اكتبنا اول كود. للأسف الشديد. كان فيه مشكلة عظيمة جدا. فبتالينا ندور على حد يساعدنا. لقينا حد يساعدنا. وبتالينا نفهم منه الموضوع ماشي ازاي? يا جماعة. كلام. كله كلام. انتو هتروحوا وتبيعوا كلام. تاخدوا درجات. كلما تبيع كلام اكتر كلما تاخد درجات اكتر. يا فرحت قوي والله. حسيت ان انا طاير. اول مرة طلع برنامج في حياتي. لأ بجد كانت لحظة جميلة. شايف مي اللي حطت الاسئلة دي. تمام? مهم. اه ديسكاس. اه دي فيوتشير وورك. كل واحد يعمل سناريو برضو. شوفوا بقى هولوكم حاجة. العلاج بتاع الموضوع ده. كل النواقس اللي ما تعملتش فيوتشير وورك. اي حد يسألك. اي حد. لان دي حاجة جوه الريبورد. اي حد يسألك. تمام? انت الحيطة ما عملتش لي. اه انت فيوتشير وورك. رب اه انت فيوتشير وورك. تمام? فخلوها ايه يعني اه على طول تتقال كلمة ظريفة قوي ومعروفة عند الجميع يعني. هتلاقوا الدكاترة نفسهم في مشاريع تخرجهم. في الدكتوراه بتاعتهم انت فيوتشير وورك ان شاء الله. وهي هتلاقوها ايه فاردر وورك. تمام? دي الحاجات ان شاء الله هتتتعمل بعدين يعني بازن الله. تمام? طيب. اه. what are you learn after finishing your project and submit the code? اتعلمت بتاعته. اتعلمت تعلمت 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 الاسبي دوت نت. تعلمت كل واحد بقى حسب هو عامل بقى بالزبط. what is the primary key if you have database? تمام? ايه primary key يا جماعة? primary key بمطالب بساطة هو المفتاح الرئيسي للجدول. اي جدول في الدنيا لمفتاح رئيسي بينظمه. زي مسلا جدول ايه. يا ترى في اي دي شبه تاني مستحيل. فبالتالي هي القيمة التي لا تتكرر. هتلاقو كده في الاخر مكتوب دي مادة عندكم. بصراحة انا هجب لكم كده شوية رسومات. اوكي? لازم تبقوا عارفين تقروها. عشان لو تزنقتوا يعني. هتلاقوها في التقرير برضو. دي طبعا اول ما تشوفوها دي رسمة اليوز كيس. خلاص عشان لو جاء قال لك يا رسمة دي بتاعتي. يعني بيتزاكع عليك يعني. فهتقوله يوز كيس. اول ما تلاقي فيها كده دول اسمهم اكترز. اللي واقفين الحلوين تقول. تمام? كل اكتر مفروض بيشاور على الحاجات اللي بيعملها. دي اسمها الدوائر دي اسمها يوز كيسز. تمام? او اللي حيقوم بعملها. في الغالي ممكن تلاقي كلمة يعني لازم. يعني على سبيل المثال. ده بيعملي بي ايدنتفاي اه 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 فور انترويو. تمام? يعني مفروض ان هو بيعرف العشان اه اه الانترويو. وده بيانكلود ايه? يعني لازم يحصل ايه? لازم يبراوز الابليكيشنز اه رزمي. تمام? فهي ديت الفكرة. خلاص? فاول ما نشوف انكلود ديت. نعفع اتقول ان دي لازم. حاجة لازم تحصل علشان يأدنتفاي الابليكيشن فور انترويو. على سبيل المثال يعني. خلاص? فدي فكرة من افكار اليوز كيس. دي برضو يوز كيس تانية. اه لا اولا تلاتية هي. خلاص? يعني انت لو كتبتوا كده يوز كيس. لو دخلتوا على الريبورت بتاعكم لازم هتلاقوا يوز كيس موجودة يعني. خلاص? طيب. اه في برضو رسمة تانية اللي هي رسمة الفلوت شورت او ما تشوفوا الرسمة الجميلة دي اللي هتلاقوا فيها كده ايه? المعين ده والمستطيل ده. دي كده اسمها رسمة فلوت شورت. يعني زيد كده. دي دايما الشكل البيضاوي ده الستارت. والشكل البيضاوي ده المفروض دي يكتب هنا اند مش start هو غلطان. ماشي? start patient arrives يعني البيشنت وصل. فبصوا هنا السامي نازل عند registered patient. يا ترى البيشنت ده registered ولا لأ? لو لأ. تمام كده? فلازم اروح عمل register للبيشنت. ولكده حرجعتيني يا ترى ده registered. لو اه هبدأ اشوف بقى. يا ترى فيه available nurse. المعين ده معنى سؤال. انا بسأل وانا بقرأ الرسمة دي بسأل. available nurse yes or no? لو no فانا حاويت for available nurse. لو yes. حبدأ اريكورد health condition. تمام? يبقى المستطيل ده بالنسبالي حاجة بتحصل. المعين بالنسبالي سؤال. ها اقروا انتوا هنا بقى. ها. available doctor yes or no? لو no حاويت. حفضل await. تمام? طب لو yes. حassign patient to doctor. تمام? اه بعد كده. ها need follow up. yes. هيحصل كزا. no. هيحصل كزا لغاية في الاخر خالص ما الpatient يليف. تمام? الرسمة دي اول ما تشوفوها هاتي رسمة ايه? ها activity diagram. activity diagram. طبعا رسمة اليوس كيس دي بتبين لي كل واحد في السيستم هيعمل ايه? رسمة flow chart دي بتبين لي كل واحد في السيستم. يعني دو روح يبعمل ازاي? اه اه فكرة اللي هي ايه? او اللي هي الاحتمالات. تمام? زي هنا مثلا. يا تارا هي هو او لا? تمام? الاكتيفيتي بقى بصوا هنا بيبدأ بهذا الشكل ادي بيروح بيسلكت ايتم. بعد كده بيسلكت العدد. خلاص? بعد كده دي معناها هيحصل حاجة او حاجة. يا تارا بقى هو او ولا موجود? فلو موجود هي انتر special instructions. بعد كده حكي calculate item total. وبصوا هنا out of stock. ده معناه ان هو حيروح لخط النهية او الحتة دي اللي هي النهية يعني. تمام? ركزوا معي. ده هيحصل في class customer. وده هيحصل في order item form. وده هيحصل ده بالنسبة للسيستم بقى. وده هيحصل في اللان دي اسمها لان. تمام كده? وده هيحصل او او ارر فورم. يعني الفورم هيطلع ارر. طيب. عندنا ال class diagram ده طبعا بيبين لي كل الايه ال اه بيبين لي كل اه ال classes اللي موجودة في السيستم وكل class ده كده class bank. شايفين اللي فوق دول دي اسمها the attributes. خلاص كده ده ال customer حتلاقي فيها برضه attributes. أيه اللي تحت دولة دي اسمها the methods او the functions. في هنا مسلا ال customer اه هنعرف منه ال id رقمه واسمه وعنوانه وتليفونه لاخيره. ومال ايه دي بقى? يعني ايه? اه 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 ايه دي method اسمها General inquiry اكيد دي بتعمل استعلام عن ال customer. هنا deposit money يعني بيحط فلوس. يعني بيسحب فلوس. تمام? الفاكرة اللي انا بقوله ده مش هكتسأله فيه اصلا. انا بتكلم في حالة الزنة. اه حد سألكم انتو ليه ما عملتوش الكلام ده? تمام? مش مطلوب. الرئيسي بتاع مش مطلوب فيه الكلام ده. تمام? المهم. هتلاقي هنا نفس الكوسة. ثم ايه بقى الوصلات دي? الوصلات دي لو احنا بصينا كده البنك. تمام? البنك الواحد دي رقم واحد يعني البنك الواحد. ممكن يبقى عنده واحد والاستريك دي معناها ميني او ميني. واحد او ميني. اقروا بقى انتو البنك الواحد عنده كم تيلر? ها? البنك الواحد عنده تيلر واحد او ميني. تمام? طب التيلر الواحد والكاستمر. الكاستمر ممكن يروح الوان تيلر او ميني. والتيلر ممكن يخدم على وان كاستمر او ميني. وهكذا يعني دي الفكرة بتاعة الكلاس داكرا أخيرا السيكونز السيكونز بتقسموا الكلاسز برضو بطريقة ما وبتبدأوا تحطوا المثود يعني دي مثود اسمها check email المثود أو كلاس الكمبيوتر دا بيبدأ يبعته لكلاس السيرفر بيسند اليوزر email للسيرفر السيرفر تمام أو بيعمل new email بصوا هنا هيعمل new email للسيرفر خلاص فالسيرفر هيبدأ يرسبونس لمين للكمبيوتر اهو الخط المتقطع دا معناه ان هو السيرفر هيرسبونس للكمبيوتر تمام بعد كده هنا new email download email وده بيروح من الكمبيوتر للسيرفر هنا delete old email تمام برضو لو تلاحظوا ان السيرفر حيرد بس فقط امتى في حالة new email تمام طيب اه ممكن واحد تاني اه ممكن واحد تاني اه ممكن واحد تاني حاضر اه دعال نشوف اهو شوفو انتوا بقى كده بعد اللي انا قلتوا المرة اللي فاتت اهو بصوا الدنيا بتمشي ازاي دي مجموعة من اللي بس بست بوارض ده مش واضح شوفو لكم حاجة اسم يعني ده ممكن اهو ايدي الاكتور بتاعنا بس هنا ده دي بارتمينت الدي بارتمينت بيريجستر التمام عند ريسيبشن وريسيبشن بيبدأ يرد عليه و دي بارتمينت تمام بيس بي لوكيت دكتور ده كده method اسمها locate doctor بتنتقل من class department لclass doctor والdepartment بيلوكيت nurse بتنتقل من department للنيرث تمام لو تلاحظوا ان الدكتور هنا بصو transform to department بيبدأ ان هو يبعت method لdepartment يعني الفكرة كلها الاسهم ديت اسهم رايحة وجاي انا ببعت method من class لclass والclass بيبدأ يرد علي تمام دي كده يا جماعة كل الحاجات اللي ممكن تحصل طبعا بالاضافة الى تشغيل البرنامج بتاعكم هتيجوا بقى عند الجزئية اللي هي البوبع تمام اللي الناس خايفة منها الاكواد تمام والله احنا ما نعرفش اكواد وانا عارف الموضوع ده تمام مش كلنا بنعرف اكواد خلاص كيفية الهروب من الموضوع ده لازم حضرتك تبقى عارف ازاي توصل لصفحة الكود وشكره يعني لو جاء لك هو الكود بتاع الحطة دي فين تقول له هاو لازم ده وده already انا شرحولكم ازاي نعرفه تمام لازم حضرتك تبقى عارف أنت متصل بالdatابيز ازاي تماما لاازم تبقى عارف مثلا لو تزنقت بقى قوي خلاص وما زنققك ده في واحد سعيدني في البروشيكت ايه ده دي حتنقصنا لا ما بتنقص يعني اقول لكم بجمع الكلام ده من حكم الخبرة بس هي دية كل الافكار ويرب اكون وفقت في تسهيل الموضوع وشرحه واشوفكم على خير ان شاء الله بالتوفيق